صباح الخير أحبة الطلبة وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة و الله يحفظكم ويعبركم هالظروف هذه وللأمانة هذه السنة هي سنة صعبة عليكم ولكن الحمد لله وشكر إن شاء الله تعبروها على خير ونجاح وتوفيق وإحنا وياكم إن شاء الله للنهاية طبعا استكمالنا للمحاضرات اليوم محاضرتنا هي ورح أتحدث برؤوس الأقلام الواضحة حتى ما حد بعدين يقلي ما افتهمت المحاضرة لأنني بسطتها ولخصتها لكم إلى أبعد الحدود فإن شاء الله رح تكون واضحة وبسيطة ومتسلسلة فعندما أسأل لأي واحد منكم وأطلب منه تعريف الأكزودونشية أكيد رح يقول لي إنه إحنا نسوي رموف للأسنان يعني لكن شنو مواصفات القلع هنا أن يكون وهذا منطقي إنه تنطي إنت لوكال أنستيزيا فمن أريد أنطي التعريف العلمي الأكزودونشية هو يعني قلع بدون ألم مع يعني تحاول أنت كطبيب أسنان قدر الإمكان إنه تسوي في الحد الأدنى من وبالتالي أنت عندما يكون الخاص بك ضمن المواصفات وضمن الخطوات الصحيحة أولا أنت ما رح تخسر كمية من الأنسجة ولا تسوي أذية أو رض للأنسجة التي تحيط بالأسنان وبالتالي أنت رح تطينا good healing without problem وبالتالي أنت رح تسمح لعمليات التآم الجرح بدون مشاكل هذا بالنسبة للتعريف المبسط لل extraction of teeth أو الاكزودونشية طبعا واحد يسأل يقول إحنا عدنا دكتور أنواع متعددة من الاكزودونشية أو الاكستراكشن نعم هناك عدنا نوعين اللي هو الانترا الانترا الابولار اكستراكشن وهذا خلوا جوا خطين أنه أكو فورسيبس يعني هذا الانترا الابولار أنه تستخدم فورسيبس خلاص ونستخدمها في حالة رموف الروتس and teeth باي فورسيبس and elevator يعني قلع كلاسيكي القلع العادي أنه أنا أستخدم الفورسيبس والأليفيتر في إزالة الجذور رموف الروتس and teeth والأسنان وعدنا الترانس الابولار الترانس الابولار دائما نتخلي في بالك أنه سيرجوكال اكستراكشن يعني من أقول سيرجوكال اكستراكشن معنى أنه أنا رح أفتح باي رايزنج فلاب ولازم أشيل بون إذن أنا اختلفت عن الطريقة القديمة أنه أنا هنا فتحت فلاب في بعض الأحيان نحتاج أنه بعدين رح أرجع للطريقة مالتي أنه أستخدم الروت والفورسيبس في عملية القلع إذن هذه أبسط نوعين وهنا الأنواع الموجودات في عملية القلع المثل اتس اوف اكستراكشن طبعا من المواضيع المهمة بالنسبة لكم كأطباء أسنان بالمرحلة الثالثة هو يعني شن الموجبات ما هي دواع القلع يمتآني كطبيب أسنان أقرر أنه أكو قلع وهنا طبعا مبسطات وأني بسطت هن أقولكم إلى أبعد حتى ما تنسوهن أولا الكرياس هذا السن أو الحفاظ على هذا السن إذن أول شيء هو الكرياس تيف اللي هو باد لكرياس ثنيا رتاين روتس روتس رميين أور 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 الابسكتومي لكنه في بعض الاحيان يعني تجبرنا انه نعمل يعني هو الشروط المتوفرة بين المريض والسن لا تشجع على عملية الاحتفاظ بالسن لكنها تشجع على عملية ازاحة وقل السن رقم 3 جينا بعض الاسنان اللي بيها كرونيك بريدونتايتس احنا نسميه كرونيك بريدونتايتس هو التهاب الرابط السني المزمن هذا اش راح يسبب لنا؟ يسبب لنا فقدان العظم كل ما انفقد العظم راح يصيرنا زيادة بالموبولاتي حركة الاسنان وهذا يقودنا الى انه يعني انه احنا عندما نفقد نصف العظم الطبيعي وعندما يمتد الجيب الى البفوركاتيشن Then, bifurcation of the roots البعفوركيشن هي المنطقة اللي موجودة بين الروتين The posterior teeth وبالتالي زيادة the hypermobility of the teeth means that The extraction of the involved tooth is necessary معنى انه حنا بالاسنان رقم اربعة هو طبعا البالب باثولوجي احنا دائما يبدأ السن بتسوس بسيط ثم يتطور اذا ما يتعالج هذا رح يسبب بنا اكيوت بالبيتس اذا ما يتعالج يتحول الى كرونيك بالبيتس رح يصير عدنا يعني معناها رح يصير عدنا ليجين بالبالب واذا ما كانت الاندودونتك تريتمنت رح نسبب ما يبقى عدنا غير طريق واحد انه نسوي ليش لانه الاندودونتك فشلت وغير ممكنة وبالتالي رح يؤدي هذا الى انه نضطر الى ازالة السن وقلع السن من الامور اللي احنا نحتاجها او مضطرين انه نقلع بها الاسنان هي الارثودونتك في عمل وشغل التقويم الارثودونتك ريزن نحتاج انه احنا نعمل قلع الاسنان وهناك عدنا سببين يحتم علينا انه نستخدم قلع الاسنان في الارثودونتك ريزن وهو اولا ثرابيوتيك اكستركشن يعني علاجي هو قلع علاجي ثرابيوتيك اكستركشن رح يسأني اي واحد منكم شنو دكتور معناها انه انتم شايفين بالتقوين انه المريض ما عنده شيء عنده عملية تقوين شغل تقوين يصدر الطبيب انه يقلع يمينا ويسارا حتى ينطي مجال ويعمل فراغ حتى يقدر يسحب الاسنان ويسوي لها النوع الثاني بالارثودونتك هو المالبوز تيث المالبوز تيث هو معناها السن الذي ينمو خارج خط النمو الموجود بالفك وبالتالي هذا سيسبب لنا مشاكل احنا في غناء عنها اذا المالبوز تيث ما تنسونا هو ارابتد وعدنا النوع الثالث اللي هو هذا معناه انه قلع وقائل يمكن نسوي نسوي في حالة وجود الميكس دينتشن في فترة المزج بين الاسنان الدائمية واللبنية في وقتها نحن نفطر انه نقلع بعض الاسنان اللبنية حتى نبنى المال التعويضية يمكن نقدر او يمكن نصدر انه نعمل الاكستركشن فور ذتيث رقم واحد عندما بروفايدينج افشيانت دينتال بروسيس يعني هذا راح ينطينا يزودنا فتشي كافي وجيد حتى نسوي عمليات التعويض دينتال بروسيس ثانيا عندما نحتاج انه هذا القلع يضينا فالدزاين افضل لتركيب المتحرك الجزئي وعندما يوجد سن نسميه نون التراتيجيك توث هذا ممكن احنا باقي هذا السن الحالة الوحدة بالفم وبالتالي المريض يريد يسوي complete denture وهذا راح يسبب النعائق بالعمل يخربط العمل كله هذا نسميه solitary teeth non strategic teeth هذا نقدر احنا نسوي للقلع وبالتالي راح يكون المريض قادر على عمل complete denture بدون اي مشكلة رقم سبعة وهو common والشاع الموجود بالجراحة هو يعني الاسنان المنطمرة طبعا هذا فالتعريف مبسط بعدين ان شاء الله تاخلوهن بالتفاصيل هي الاسنان يعني السن هذا يبقى يعني مدفون ومندثر بعد انتهاء الفترة الزمنية لعملية الاربشن وبالتالي هذا السن يتوقع ان يكون بين الـ 18 إلى 25 بروزة ولهذا سميت بالاسنان العقل اكثر شي فاذا بقت بعد الـ 25 سنة هذه راح ما تكون عدها طاقة انه يصير عدها اربشن طبعا راح يقول احنا راح تسألوني يقولون دكتور ليش احنا نسوي اجزو للامباكت الامباكت الطبعا انا اقولكم انه مشاكل الامباكت الطيث هي اللي تحتم علينا انه نقوم ب ازالتها وقلحها طبعا ومن الاسباب التي تجبرنا على قلع الامباكت الطيث هي ما يلي اولا تسببنا الفاغيوفيشل يعني المزعج متسلسل متكرر ثانيا periodontal problems تسببنا مشاكل بالروابط السنية بالاسنان المجاورة تسببنا tempero mandible joint problems اسباب بالمفاصل الفكية السبب ان الpericoronitis اللي هو inflammation about or around partial الربط التث هاي ينتبهولها pericoronitis vagu facial pain هذا نموه النات pericoronitis موهم جدا pericoronitis تعريف المبسط it is inflammation of the soft tissue around partially الربط التث بعد شو صير عدنا من البون pathology ممكن هاي impact التث سبب نا السيست و افضل مثال على السيست بال impact التث هو الدين تجرى السيست ممكن سبب نا تيومر يس ممكن تيومر هذا رح يؤدي إلى pathological fracture لين تعرفون انتم التيومر والسيست رح يسوي نحن resorption بال bone طبعا بعد شنو من الأسباب من ان ممكن سبب سبب الانتيري بالأسنان ما جاي بلاين واحد بالأرج الانتيري اتمنى اتمنى تكون المحاضرة بسيطة وسلسة وان شاء الله متواصل اياكم على هذا المنوال وهذا المنهاج حتى تفهمون المرحلة الثالثة ان شاء الله السبب الثامن هو السوبر بالأسنان يعني بعد أسنان خربط بالأسنان ممكن السبب بنا periodontal disease يس ممكن السبب بنا bone pathology cyst يس ممكن السبب بنا facial pain يس وليهذا ممكن بعد العقبة اجيب لكم سؤال اقول السوبر نمرا the teeth must be extracted because انه سبب بنا 1 2 3 4 هذه الأمور ممكن ان نذكرها بالسؤال ممكن ان نذكر انه 3 موجودات واحد موجود فأتمنى ان شاء الله تنتبهون لهذا الموضوع اذا السوبر نمرا ريتيز سبب بنا mal occlusion yes facial pain yes periodontal disease yes bone pathology cyst yes وال acetic problem yes هذا اني تحفظوهن وتنتبهوهن ان شاء الله رقم تسعة يمتنق لعلى اسنان عندما يكون السند بالline of fracture of the jaw يعني عندما يكون هذا السند في الخط اللي يصير بفركتر بالجو نتيجة accidental accident trauma external trauma ضربة خارجية حادث هذا يكون السن في line of fracture must be removed extract these teeth ليش لانه احنا بالنسبة لنه ممكن بقاء هذا السن في منطقة line of fracture راح راح يسبب لنه source of infection ممكن هو نفس راح ينكسر نتيجة التراومة ممكن ينكسر لابد من ازالته interference with fracture eradication يعني احنا من العلاجات المتبعة في الفركترات اللي بتجوه نسميها احنا fracture reduction هذا ممكن يمثل النعائق او يتداخل مع شغلنا وبالتالي يتخربط العلاج الخاص بال fracture reduction interference with healing of fracture ممكن يتداخل مع عملية التآم الكسر ولهذا وجب علينا انه احنا نشيل ونقلع هذا السن رقم 10 teeth with pathological conditions relation يعني الاسنان اللي سبب النا cyst formation الاسنان اللي وياها cyst الاسنان اللي هي osteomyelitis infection of bone osteomyelitis احفظوه الصورة مبسطة باجر اسألكم اذا صار عدنا امتحان اورلي اسألكم عن osteomyelitis شنو osteomyelitis بقلي هاللي هاللي ثلاث كلمات infection of bone اكو infection بالbone او biogenic granuloma كل هن ذني ينضطر الى العسم انه هذا indication احفظوه احفظوه طبعا هنا موضوع مهم وهو الهدعاش وصلنا الperiod to irradiation before radiotherapy انتم تعرفون الكانسر بالاورال كانسر عدنا احنا كيمواثيرابي عدنا راديوثيرابي فالراديوثيرابي انه اذا كان هذا المريض يحتاج الى irradiation irradiation معناها راديوثيرابي اشعاع فاحنا بالنسبة انه لازم نشتغل اسناننا نقلع الاسنان اي شغل الاسنان لابد من اجراءه قبل راديوثيرابيوثيرابيوثيرابيشن يعني احنا بالنسبة انه قبل لا نعطي الاشعاع لابد ان نكمل شغل الاسنان ليش لانه المريض هذا انتبهولها جدا مهمة المريض الذي يأخذ اشعاعه يتعالج بالاشعاع راديوثيرابي راح يطورنا بما يسمى بالاستيو راديو نيكروسيز راديوثيرابي يعني هذا الاستيو راديو نيكروسيز متأكل العظم الفكي يأتي كي من الراديوثيرابي والي يتعالج بالهذا المريض إذن باجر من أجيب لكم سؤال إنه patient with radiotherapy for treatment oral cancer مثلا سكوامل سير كارسينوما بالميوكوزة أو سكوامل سير كارسينوما بالبلت أو سكوامل سير كارسينوما بالطنج وأني سويت extraction للpatient we suspected نحن نتوقع حدوث ما يلي 1-2-3-4 إذن الأستيوراديونيكروسيز لا تنسوها جدا مهمة وتحدث عند قلع الأسنان أو العمليات الجراحية بالفم للمريض اللي يأخذ إشعاع لغرض علاج أو رام الفم رقم 12 اللي هو الفوكال سيبسز هذا الفوكال سيبسز إنه مرات إحنا نشوف السين solid sound ما كو أي شيء لكن باستخدام الأشعة راديوغرافيكلي راديوغرافيكلي تعويض سمامات قلبية أو والكيدني أو في حالة زراعة الكلية لأنه ممكن نعمل هذه الأمور وممكن تنطور قضية السن وأحنا ما نريد هذه المضاعفات تحدث النقطة الأخيرة في الانديكيشن بارز أو الأسنان مبقعة stand هذه نتيجة أنه الطفل في صغره يأما والده ماثة تترساكلين وبالتالي ينتقل بالحليب ويدخل إلى الجنين ويداخل مع تكوين الأسنان والعظام أو هو في صغره عندما يكون في مرحلة السنين الأولى بالأمور يعطوه تترساكلين وهذا يسبب أن تداخل في بناء السن الدائمي يطلع عندنا stand teeth أو في عملية أو بما يطلع عليه بالفلورسز يعني يشوف السن الفلور متركز في منطقة معينة من السطح وفي منطقة أخرى لا يوجد وبالتالي اللون الأسنان غير مقبول مشوه أو في حالة اللي تحدث من التعاكل سطح الأسنان أو الهايبابليجيا أو الهايبابليجيا يشوف الأسنان تكون صغيرة جدا غير متناسقة يعني مع حجم الفك وأشوف غير مكتملة النمو لأنه صاير بيها غربطة بالتركيب والسطح مالتها طبعا هذي أبسط النقاط اللي عليكم أن تفهموها بالإندكيشن أوف اكستركشن أوف تيث عدنا الكونتر أنديكيشن أوف اكستركشن أيضا شي مهم أنت كطيب أسنان لازم تفهمه طبعا عدنا نوعين من الكونتر أنديكيشن عدنا اللوكل اللي هو موضعي وعدنا السيستيميك اللي ما يتعلق بال الوضع العام للجسم للصحة العامة للمريض اللوكري طبعا هذا نقدر نقسم إلى 3 أقسان أولا عندما يكون أن هناك انفكشن طبعا بالأكيوت انفكشن أو انكنترول انفكشن هذا ما نقدر نبلعه يعني من تجيني أنت هسا لسن بانفكشن اكيوت أو مو كونترول قاعد ياخذ الدراج وما يكون نتيجة أنت بالنسبة لك غير مفطل للقلاحة لابد من الابتعاد لأنه ممكن هذا رح يسبب لنا كبرنا الساينس ثرومبوسيس وممكن يسبب منه لدوغ انجاينة هذا إن شاء الله رح تأخذوه بالمستقبل بالأورا سيرجري ممكن يسبب منه أكيوت بريأبيكال وفاشيال أبسز أو إذا كان عندنا المتأشن أوف ماوث أوبنين لوروزن تيثي يعني واحد عنده المتأشن بالأوبنين يعني القابلية على فتح الفم هي صغيرة جدا ومحدودة وانت تحتاج انه تقلع سلني العقل الأسفل بالفك السفلي اللي هو هذا ما رح تقدر هذا ما رح تقدر يعني ما رح تقدر إنه تشلعه أو تزيله ونضطر إلى أمور أخرى الشغلة الثانية اللي هي اللي احنا حتيناها قبل شوية هي البريفيوس راديوثيرابي وقلناها إذا سببنا إذا سوينا القلع السن رح يسببنا أوستيو راديو نيكروسيز والشغلة الثالثة ما نقدر نزيل السن وما نقدر نقلعه إذا كان السن موجود ضمن المنطقة الموجود فيها الورم الكانسر لأنه أي قلع لهذا السن وبهذه المنطقة ممكن رح يسببنا انتشار وتحفيز التومر أنه يصير بمتاستاسيس وينتشر في منطقة أوسعة إذن هذا هو في حالة الأكيوت وفي حالة إنه أو في حالة إنه إذا كان المريض عند راديو ثرابي لأنه يسبب منه أو الأسنان التي تقع ضمن منطقة التي يومتها هذا بالنسبة بشيء مبسط اللي أنا أتمنى أنه تفهمون هذا الشيء وهذا يكفي لكم إن شاء الله حتى تجاوبون على أي أسئلة تجيب هذا الموضوع وعدنا Systemic Contra Indication اللي هو Severe Uncontrolled Metabolic Disease يعني هذه نسميها الأمراض الاستقلابية Metabolic Disease مثلا Uncontrolled Diabetes Mellitus مرضى السكري اللي ماعدهم سيضر على هذا المرض في حالة Renal Disease يعني Renal Disease اللي هي Uncontrolled يعني تكون Strong And Acute ثانيا في حالة اليوكيميا والليمفومة في حالة Uncontrolled Cardiac Bascual Disease يعني أمراض الجهاز القلبي والدوران مثل قدناها بالمرحلة الرابعة إن شاء الله إذا عبرتم إن شاء الله وبعونه تعالى المرحلة الرابعة اللي هم جماعة الhypertension عدنا Uncontrolled hypertension عدنا المرأة الحامل يعني أنتم عدكم بالشهر الأول والثاني والثالث يعني بالرابع والخامس والسادس فترة الأمام ممكن نعمل القلع لكنه بايدا إنه نتصل بال طبيبة النسائية تشيكن الحالة المرضية للمرأة الحامل والجنين الموجود ممكن نعمل بالرابع بالسابع والثامن والتاسع لا بي ويرنينج بي ويرنينج لازم نكون حذرين في شغلنا لأنه أيضا الشهر السابع والثامن والتاسع خطر فلهذا الفترة الأمينة لشغلنا بالمرأة الحامل هو الرابع والخامس والسادس إن شاء الله في حالة البليدينج ديسوردرز يعني عندما يكون المريض عند اضطرابات دموية يصير عند نزف مثل مرضى الهيموفيلية أيضا كونتر اندكيشن هذا سيستيميك والأن كونترول ابليبسي أيضا هذا سيستيميك كونتر اندكيشن إذ ليس من المعقول أنه أنت تشتغل لمريض يعاني من نوبات سرع غير مسيطر عليها لأنه فيها خطورة كبيرة وعظيمة على الطبيب وعلى المريض ولهذا يفضل أنه هذه الأمور نعملها بالمستشفيات بالهوسبوطل بعيدا عن هذه المشاكل والكوملكيشن طبعا طلبتنا الأعزاء هذا هو ما مطلوب منكم في موضوع الإكزودونشيه بصورة مبسطة تعريف الإكزودونشيه و أنواع الإكزودونشيه و الكنترا انديكيشن والإنديكيشن وأتمنى إن شاء الله تكون المحاضرة بسيطة وسهلة وواضحة وأتمنى إن شاء الله ماكو واحد منكم راح يقدر يقلي في يوم لليام إنه هذا الموضوع صعب لا الموضوع مو صعب سهلت لكم بما أقدر عليه بالممكن حتى ما يلنسى وإن شاء الله الكلاسروم لمرحلتكم مفتوحة لطرح أي سؤال وللنقاش وأني جاهز وممنون أنه أخدمكم بقدر المستطاع أريدكم تعبرون إن شاء الله لبر الأمان للمرحلة الرابعة و إذا الله كتب لنا عمر وإذا الله سهل وكنت أنا موجود وأعطي محاضرات بالمرحلة الرابعة إن شاء الله أشوف وجوهكم تكون بالمرحلة الرابعة وأتمنى لكم كل التوفيق كحياتي لكم وأنتظر أي استفسار أو سؤال ألمن إنه أنا راح أمطيكم بعض الأسئلة بالأمسكيو كتيست أنزل الصورة في الكلاسروم التابع والخاص بكم وهو كشي بسيط حتى أنتم تتقوون عليه وتتدربون عليه تحياتي لكم ونشوفكم بخير وبالتوفيق إن شاء الله للجميع مع السلام ترجمة نانسي قنقر